تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الخطاب الديني ودوره في تعزيز الأمن الفكري وتحقيق الاستقرار المجتمعي ويعقد المؤتمر بحضور أكثر من 280 إماما وخطيبا وداعيا وغيرهم من أصحاب الوظائف الدينية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يحمل شعار خطاب معتدل فكر آمن كوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء والمتخصصين من الطائفتين الكريمتين حيث يتضمن المؤتمر أربع جلسات تتناول محور مفهوم الأمن الفكري في الإسلام محور التطرف وآفاته